أعلنت منظمة والعفو الدولية في تقرير صدر الثلاثة أن الجزء الأكبر من ترسلتي لأسلحة الهائلة والتي ساعدت على تحول تنظيم الدولة الإسلامية إلى أقوى منظمة إرهابية في العالم جاءت من العراق وأفهدت تقرير أن تدفق سلاح غير المسؤول إلى العراق غذى بشكل كبير قدرات التنظيم على تنفيذ هجماتها وضعت المنظمة الحقوقية التي ستتخذ من لندن مقرا إلى وضع دوابط أكثر صرامة من أجل وقف الانعكاسات المقلقة لانتشار الأسلحة في البلاد ووفقا للخبراء الذين أعدوا تقير لقد زاد مخسونه الجيش العراقي كثيرا خلال الحرب العراقية الإيرانية بين 1988 و88 مما شكل مرحلة نساسية في تطور سوق سلاح العالمي الحديث وأوضح تقير أنه من المعتقد أن أسلحة داعش كانت قد سلمت إلى قوات الأمن العراقية من جانب عدد من الدول الغربية في الفترة من 2003 إلى 2007 في 2011 انسحبت القوات الأمريكية من العراق وحتى 2013 وقعت واشنطن عقودا مع سوضة العراقية قدر بالمليارات من الدولارات منها دبابات قتالية وطائرات مقاتلة وأضف تقير أنه في الوقت الذي يستخدم فيه داعش العديد من الأسلحة الحديثة فإن البنادق التي يستخدمها تنظيم تم تصنيعها قبل ربع قرن تقريبا مشيرا إلى أن أقدم أسلحة داعش ربما يكون الجيش البريطاني قد استعملها في الحرب العالمية الأولى وبالاعتماد على تحيير الخبراء لألاف من الفيديوهات أكدت تقير أن محارب داعش لديهم ترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر المصنعة في أكثر من 25 دولة حيث تتضمن هذه الأسلحة بنادق أم 16 الأمريكية فضلا عن قنسات أسترالية وروسية ورشاشات صينية وبلجيكية ويستخدم التنظيم وأسلحة الروسية الصنع بينها رشاش كلاشينكوف وكذلك أسلحة وذخائر بحسب تقريب المنظمة وشار تقرير إلى أن حصول الجهادين على كميات كبيرة من الأسلحة المصنعة في الخارج عند سيطرتهم عن الموصل في حزيران من العام 2014 استخدمت في التوسع إلى مناطق أخرى في البلاد وارتكاب جرائم ضد المدنيين موسيقى